رسول بولوس علم ثلاث سنين في هذه المنطقة وكان مثال رائع جدا للتضحية والمحبة في هذا المكان ولما كتب رسالته من السجن إلى كنيسة تأفسوس قال سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين يستمر قائلا يقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا برسالة أفسوس عدة مرات بيتكلم عن المحبة مثلا في الإصحاح الخامس يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها فإذن هذه المحبة محبة قوية الرب يسوع المسيح هو مثالنا في هذه المحبة قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ثم يقول أيضا نحن يقول الرسول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة الرسول يحنى اللي عاش في أفسوس أيضا قال يا أولادي لا نسلك بالكلام لا نحب لا بالكلام أو اللسان بل بالعمل والحق فلازم المحبة المتأصلة والراسخة تدرك وهذه المحبة تظهر وتترجم بطريقة عملية فالكتاب المقدس بيتكلم عن هذه المحبة فيقول مثلا المحبة فلتكن بلا رياء ثم يقول أحب بعضكم بعضا بقلب طاهر وبشدة فإذا بقلب طاهر يعني بطهارة وبلا رياء ما تتمثلش ما تكونش ممثل في الموضوع وطبعا الآية أسلكه في المحبة ليه؟ لأنك أنت ابن للرب لأنك أنت محبوب على قلب الله موضوع فداءه موضوع محبته موضوع عناية لأن المسيح دفع ثمن باهض من خلال دمه من أجلك من أجل هذا أحبائي هذه المحبة اللي الله بيمكنها نحن وبعلمنا فيها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر